في انتهاك صارخ لكل الجهود الاممية والدولية واتفاق الهدنة التي اقرتها الامم المتحدة تعاود ميليشيا الحوث استهداف المدنيين والنازحين في محافظة مارب حيث قصفت مخيمات النازحين جنوب المحافظة باربعة صواريخ استهدفت مخيم المنين القبلي والامسل وشقمان وحاجب نتج عن القصف اضرار كبيرة بمساكن النازحين وتسبب ايضا باصابة امرأة نازحة وحالة من الرعب والهلع في اوساط النازحين سمع دوي الانفجار فهرع الناس النازحين اللي هنا نشوف ايش اللي حصل واذا بقصف صاروخي لمخيم المنين القبلي الى وسط فيوت النازحين فاذا شوفنا في جرح مرأة جرحت في ساقها وتضررت منازل النازحين وبعض السيارات والخزانات حق المياه تفطرت واذا بالنساء والاطفال من الرعب يعني يخرجوا خارج البيوت حتى انه غربيهم ما صدوا يدخلوا للبيوت من الرعب يعني كان منظر امس الليل منظر معلم هجمات صاروخية لقت ادانة واسعة بما في ذلك ادانة الولايات المتحدة الامريكية والتي اعتبرتها تهديدا متعمدا للمدنيين وفرص احلال السلام في وقت تدور فيه جولات داخلية وخارجية لتقريب وجهات النظر بين الاطراف لانهاء معاناة اليمنيين وانهاء الحرب في اليمن فيما يرى حقوقيون ان استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين تزامنا مع زيارة المبعوث الاممي الى مارب يشكل تهديدا وتحديا للمجتمع الدولي ولا ينتهك شروط الهدنة فحسب بل يظهر رغبة الميليشيا في استمرارها بالحرب ويعيق كل المفاوضات الهادفة لإحلال السلام في البلاد الهدف الاول انها التبعث من المجتمع الدولي انها غير مستعدة السلام وانها يعني السلام في قاموسها مستهيل السلام الثاني المبعوث الاممي ومساعيه السلام ودول الاخرى السائل السلام بأن لا قدوة من عملية السلام هذا كله يأتي في ضوء التماهي الممتحدة بشكل عام وعدم ادراج هذه الميليشيات ضمن الميليشيات الإرهابية تسع سنوات من الحرب في اليمن وميليشيا الحوثي تقصف المدنيين باستمرار وتتاجر بمعاناتهم من اجل مشروعها المدعوم من ايران فمنذ العام 2014 حتى نهاية العام 2022 قتل واصيب ما يقرب من 2136 مدنيا في مارب فقط معظمهم من النازحين وتعد هذه الضربات الصاروخية تذكيرا بالعقبات التي تنتهجها ميليشيا الحوثي أمام فرص السلام ويجب أن تدفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثي لترضخ لإنهاء الحرب في البلاد بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى محافظة مارب ميليشيا الحوثي تقصف عددا من مخيمات النازحين بصواريخ الكاتوشة في تحدي لكل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن لقناة اليمن اليوم فواد المجيدي محافظة مارب اشتركوا في القناة